النهاردة معنا كاتب متميز هنتعرف منه على أهم الأعمال اللي هو أقدمها هنتكلم عن ديجا فو ورواية ملائكة النار وأيضا خططه المستقبلية يستادي اللي يكونوا شرفني النهاردة في الستوديو حازم محمد نجيب برحب بك نهارك سعيد أهلا محمد عايزين نتعرف عليك أكتر يا حازم ونعرف دراستك إيه؟ بدأت الكتابة إمتى؟ أنا دراستي طب أسناني طبيق أسنان وبدأت الكتاب من وانا صغير يعني بدأت الكتاب من وانا صغير يعني من فترة كده كان فيه يعني كتبه أرى في ورقة كده لقيت يعني مجموعة كان عامل مجموعة قصصية وأنا كاتب عليها حازم محمد نجيب تلتة ابتداء يعني كان فيها كنت عامل فيها قصتين وكده وانا صغير بس من الطب للأدب ده دي نقلة حضرية يعني يعني وانا ماشي في الاتنين يعني بس ممكن أنا ساعات بخصارها هو فعلا فيه ده كترة كتير توليس في إدريس وطور محمد المخزن فيه الناس كتير قوي في الطب يعني تجول هدب أو متوازي مع بعض يعني بحيث أنه ممكن عشان السترس برضو الكتر المذاكرة والسترس فالواحد بعايز متنفس شوية أنه هو يطلع حاجة مذاكرة والشغل بعديها وسترس برضو بعديها وكده كانه متنفس يعني كده اللي واحد يطلع فيه شوية استرس أو كده بس ويقولك من ثلاث سنين مجموعة كده وبعدين في النص ساعات حاجات خفيفة وانقطعت فترة شوية كده وبعدين تريدت بقى جديا للنش أو كده من حوالي أربع سنين تقريبا ما حدش طبعا كونك أنه أنت دكتور أكيد الأعلي بيبقوا في سبورت يعني بالزبط فلما بتيجي تقولهم لا أصلا قررت أن أنا أكتب أو أتحول أبقى كاتب أو أكتب كتاب وأنشره أكيد لي فيه بعض المخاوف صح؟ يعني والدي كان عنده مخاوف أن أنا أسيب ألأ بس أوتو لا الدنيا لا خالص يعني كأنها وزي ما قلت حاجة موهبة يعني كأنها حاجة بس لوحد موهبة مثلا أو يطلع فيها الكبت أو وفيها العديد من الأطباء أيضا أدباء يعني فيها أطباء كثيرة جدا دكتور محمد مهزانجي فيه ناس كتير قوي الوقت كمان الدنيا أهم سعدي لكلهم أه بالزبط هل دخلت في ورشة مثلا ورشة عمل أو ورشة كتابية أه بالزبط يعني دخلت في الأول في ورشة عشان مساعد بحس أن فيه ناس بتبقى ضد موضوع الورش وكده أنا شايف أنه هي الورشة مش بتخلق كاتب يعني هي الناس بتقول أنه ما فيش حد هيعلم حد موهبة بس هي شايف أنها مش بتخلق كاتب هي كأنها بتسقل موهبة بتاعته يعني لو حد مثلا موهوب مثلا أو ييده كويسة في الرسم أو حاجة لو ما راحش وجه نفسه في الطريق الصح الموهبة بتاعته ممكن دي تندسر وما تكملش يعني فالورش بحيث أنها كأنها بتسقل بس موهبة بتوجه الكاتب للطريق الصح بتقوله بتفهمه حاجات بس خفيفة كأنها أكيد برضو الورش بتجاوب على شكوكك الداخلية أنت أكيد وأنت بتكتب تقول لا ممكن الكتب مايفهم القارق مايفهمش ده أو ممكن أنا عامل حاجة بزيادة شوي فالورش بتصحح لك مصارك ما أقولك تحطها بتحطها على طريق يعني تحطها على طريق وتسقل موهبة يعني حاجة مش موضوع أنها يعني الافتلعة للضبط بأكتر أنه هيقوله إيه أن الورشة مش هتعمل كاتب لا هي مش بتعمل كاتب هو لازم يكون الموهبة أصلا موجود يعني الموهبة موجودة بس جايدنج بس للطريق الصحيح تقنيل لبعض الآليات السرد مثلا يعني معرفة عامة تسهل علي الطريق بعد كده أول رواية طبع طهق أو نزلت هي أول مجموعة كانت ديجا فو ديجا فو ديجا فو 2016 كان مشاحل وعلي آه بالظبط كل سؤالك مش الساعد بصراحة يعني فعلا الواحد يعني لأ فرقت معايا جدا مثلا الموضوع النشر أول كتاب دي يعني أنا فاكر أول يوم يعني نزلت المعرض يعني عايز أطلع عجري بسرعة عشان أمسكها بس في إيدي يعني فهي لا هي موضوع موضوع الكتاب بالذات لما أول ماسكة في الإيد دي بتبقى حاجة حاجة جميلة جدا أول طفل ديجا أه بالظبط والله اللي هم كل هم أولادي اللي هي بيقرها دي أهيوة أهيوة لا هي فعلا بالظبط والله فعلا يعني يعني أول حاجة دي حصتناها يعني كأن حاجة إنجاز كده تعمل فعلا يعني ما كنتش خايف معظم الكتاب بالذات لما بيبقوا عندهم اللي هو هينزلوا لأول مرة عمل عدبي بيبقوا خايفين قوي إنه استقبال الجمهور بالظبط إنها متكونش قصة على المستوى المطلوب أو كده أو إنها متبعش ما كنتش خايف بصي اللي شجعني أكتر لأن أنا كان دكتور محمد المهزنجي هو يعني بعتله الكاتب الكبير طبعا يعني بعتله المجموعة وكده وهو حتى يعني هو اللي كتب يد كلمة دهر الجليف على المجموعة فدي ديتني بصراحة صيخة إن لأ يعني أنت يعني إن شاء الحمد للإنتها طريق صحيحة أنت بالضبط بداية الطريق الصحيح يعني طبعا يعني بس أنا بحس إن الخوف أكتر كمان من الموضوع الحركة في المجموعة الثانية يعني الأولية برضو الواحد داخل ولسه يعني في الأول ويعني كانها حياة جديدة بتجربة يعني بس المجموعة الثانية بتبقى متخوف أكتر لأنه أنت مش عايز تقل عن المستوى الأوليني بالضبط وفي ناس مثلا ممكن يعني عايزة تشوف أنت كتبت إيه بعد يعني كتبت إيه بعد دي فأنا حاسيت بتخوف أكتر والخوف أكتر بتبقى في المجموعة الثانية أكتر يعني الأولية كأنها تجربة وإيه يا ربنا يسهل يعني زي الفنان اللي يجي يعمل عمل فني مثلا فيلم ويفرقع فيبقى خياراته القادمة بعد كده يخاف جدا من اللي بعديه بالضبط الرواية التانية اسمها ايه؟ التانية مجموعة قصية برضو ملائكة في النار ملائكة في النار هي برضو عبارة عن حوالي 32 قصة بين الواقع والخيال كده في قصص مستوحة مثلا من أغاني لأم مكلسوم كده أنا أحب مكلسوم يعني ففي أغاني كتير مستوحة من فدي 2018 يعني 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 يتطبر السنة أو يتطبر السنة بزبط يعني وكان استقباله بجمهور هل شاركت فيها في معرض الكتاب؟ أه الشيك فيه في معرض أه مشيك فيها في معرض سنة فتت والسنة يعني الحمد لله الريفيوز والكلام ده كل حمد لله الحمد لله أنا بسطني أنا راضيني جدا يعني الحمد لله لو هتدي نصيحة لكاتب أو لأحد الكتاب اللي لسه بيبتدوا أو لسه مش عارفين يعني يعني يعملوا إيه طبعا تقولهم إيه أولا التدريب على الكتابة بيبدأ من الإراية يعني إراية لازم إراية كتير جدا في كل المجالات يعني مش لازم الرويات بس أو كده في كل يعني حتى لو ممكن الواحد يقرف حاجات مش متخيل خالص إنها ممكن تفيده بس بتفيده يعني في أي مجال يعني الإراية والكتابة كتابة يعني كتابة الكتير بتسقي الموهبة يعني حتى غريبا بتبقى هتلاقي ناس كتير مع الوقت ومع الكتابة بيحصل فيه نطج شوية في طريق الكتابة مضبوط اللي هو أسقلت سامعتك شوية بالزبط والله فعلا والخبرة طبعا والكلام ده والإراية طبعا بقى الإراية في المجال يعني إراية في التقنيات في السليب السرد في الحاجات دي كلها شايفها الإراية والكتابة وهم أكتر حاجة وبعدين طبعا اللي يكتبه يعني يدي للحوالية يروه عشان برضو يبقى فيه دفعة يعني يعرف هو مظبوط ولا مش مظبوط ولا إيه يعني ياخد رأيي ناس ثقة يعني دايما الكتب ما بيبقاش راضي أو يعني الحاجات اللي هو بيكتبها ودايما بيحس إنه كان ممكن يقدم أكتر أو كان ممكن يكتبها بشكل تاني أو كان ممكن يقترح الفكرة دي بمنظور مختلف هل أنت برضو عندك أو بيجي لك الإحساس ده آه آه طبعا طبعا الموضوع ده بس الموضوع ده أنا بحسه إنه هو مفيد يعني يعني إنه لما فيه الهاجس أو الوسواس ده بحس أنت ما ينفعش تطلع حاجة أنت مش راضي عنها ده أولا ثانيا تحس إن إن هي حاجة تكون مبتزلة أو كده فأنت غالبا للشك أو الوسواس أو عدم الرضا ده أنا بحس أنه أوكي إحساس دخلي على قدام إن الواحد ما يستسهلش يعني بمعنى صح لو موضوع الكتابة نجح قوي معيك هل هتسيب الطب؟ لا 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 صعب لا صعب آه لا لا خالص أصل الواحد برضو خد يعني الكتابة واخدها ك مش ككرير قوي يعني واخدها إنها كموهبة أو أو كهواية أو هوية جنب جنب طب طب برضو واحد طيعب على موصل كده آه عدد تسيك كتير برضو هل حصلت على أي جواز؟ آه أنا كنت مؤادل فيه مسابقة برعاية كوتس فاكتري دي كانت مسابقة قصص قصيرة على مستوى الوطن العربي يعني عن تيمة واحدة اللي هو ليلى يعني قصص كلها عن ليلى في القاهرة يعني فالحمده خدت من أحسن عشرين قصة من القصص اللي هي متقدمة واتنشرت في كتاب اسمه ليلى في القاهرة كانت لاجنة تحكيم مستاذ أحمد مراد ومصر أحمد مصر الشرف المعشماوي واتستاذ عمر حسين واتور حسن كمال فكتلاجنة تحكيم يعني الواحد أصلا بسك جدا هو تعرف على ماس محترمة زي دي يعني والكتاب طبعا برضو في معرض الكتاب اللي فيت دانيزل بقى بس قصة في كتاب جماعي يعني في مشكلة بتبقى موجودة تقريبا عند أغلب الكتاب وهي أنه بعد ما بيبقى عندهم الكتاب بتاعهم ما عندهمش دار نشر عشان يتم نشر الكتاب هل وجهتك المشكلة دي؟ لأ أنا الحمد لله ما وجهتنيش بس 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 هي فعلا دلوقتي بقت موجودة أكتر عشان الموضوع بقى تقفل قوي يعني دور النشر اللي هي بتعمل أعدادهم قليلة دور النشر اللي هي بتعمل يعني بتنزل كتب مش يعني فيه كتب دور بتعمل على حساب الكاتب يعني فدي بتبقى الدنيا مش ظريفة قوي يعني إنما الدور التانية اللي هي بتنشر على حسابها أو كده الموضوع قليل جدا وفيه لجان قراءة وفيه كلم كده فعدد قليل بالنسبة طبعا لعدد الكتاب الكتير يعني فهو فيه دلوقتي ساعة فيه النشر الإلكتروني ده أنا كنت بس أسأل أو كنت بس أقولك إنه فيه بدات دلوقتي زي النشر الإلكتروني هل ده بيسهل؟ بيسهل طبعا جدا بيسهل جدا الموضوع النشر هو مفتوح أكتر شوية وأسهل شوية في الموجود برضو مش بينشره أي حاجة يعني بس بتبقى كأنها خطوة برضو للكاتب عشان الموضوع لو مقفول شوية يتحط نفسه على أول الطريق يعني الإلكتروني ساعات فيه ناس برضو بتحلسة لحد الوقت بتحب الكتاب يعني مسكة الكتاب والورق وريحة الورق والحاجات دي أوكي بس زي جرايد زمي بالزبط آه بالزبط والله بس هي بس اللي شكرا بحيس بيسهل شوية باختلاف الأجيال هفجأة هنلاقي موضوع الكتب الإلكترونية منتشر أكتر من الكتب الورقية ممكن بس ما عرفش أنا بغي أنا بحب الورقة كتاب في إيدي في الأول بتكتب بالألم ولا بتكتب على طريق على الكمبيوتر في الأول جربت بالألم بس حسيت الموضوع أول أنا خطي وحش جدا يعني كنت بحبش بص على وراء كده مش مش فتحة نفسي أصلا أنا أكمل يعني والله خطي وحش جدا فبقيت لا بقيت أكتب على الكمبيوتر يعني على لابتوب وكده أسهل يعني الوقت طب كلمنا بقى عن خطتك المستقبلية هل فيه رواية أنت بدأت تشتغل فيها أنا شغال في المجموعة خاصية يعني والرواية فيه رواية بس لسه يعني ما تبلوردش يعني فيه رواية لسه آه لسه شوية يعني بس المجموعة هي اللي ان شاء الله قربت تجهز يعني بإذن الله مجموعة خاصية ان شاء الله مين من الكتاب اللي أنت متعثر بيهم أو يعني معجب بيهم جدا ونفسك أن أنت في يوم من الأيام تبقى واخد نفس الستايل بتاعهم بس يواقع يعني في القصص الخصيرة أنا بحب جدا دكتوريس إدريس طبعا ده برواية أنا قد كده يعني عشر سنين بس عن 12 سنة بقرالها على طول وفيه دكتور محمد المخزنجي برضو أنا بحس شغله شغله حلو جدا يعني هو كمان هو اللي ده يدفع كمان هو ده يدفع شوية في الثقة في موضوع الكتابة ده وكده فهما الاتنين وهم الاتنين ده كترة برضو خليه آه طبعا آه الاتنين ده كترة بس بشري هما يعني هل فكرة الطبيب الأديب بيفهم أكتر الطبيب الأديب آه لا عادي والله بص يعني هي أنا بحس بقولك آه أن يعني الطب ممكن بيخلي فيه تأمل شوية مثلا زيادة يعني فممكن هي تكون دي برضو هي اللي بتفتح المجالات شوية للموضوع ده يعني أنه هو التأمل برضو بتشوفي حاجات برضو حاجات كتير جدا يعني طول سنوات الدراسة أو كده طبعا فبحس أنها ممكن موضوع التأمل ده يكون سبب من أسباب برضو الكتابة أو الطب لا يتعرضوا ما بعد لا لا خلص هو بتلاقي وقت فعلا لأنه أغلب الناس زي ما أنا قلت عاول دايما ده كترة بيبقى عندهم وقت كبير بيقضوا يقروا بيقضوا أحاقل بس الاتنين مش ممكن ما بيعطالوا لا 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 ما بيعطلش أصل الكتابة لو تاخدت ككارير أو كده أو كي يعني لو حد ركز إنه هو كتاب بس أو كده إنما كهوايا الموضوع بيبقى لا الموضوع بيقى ساعات أنت بيبقى مبسوطة يعني الواحد بيبقى مبسوط إن هو بيكتب بيضيع يعني بيفصل شوية من الحياة والسترس وشعافية والتعب والكلام ده كله فتحسناها فصلة شوية فلا لا وبعدين الموضوع لو لحد حابب حاجة هيفضلها وقت يعني يعني مش آه بالزبط يعني اليوم برضو طويل يعني ممكن لو تفضلها شوية كده لكتابك كل فترة الدنيا هتمشي لو ساعتين كل يوم لا وساعتين كتير كمان والله ممكن أقل من كده والدنيا طبعا لا لا ممكن أقل من كده والدنيا برضو تمشي يعني بالزبط يا الكاتب حاسب محمد نجيب صاحب مجموعة قصصية دي جافو ورواية ملائكة في النار نورتني النهاردة مرسي النورك ربنا يخليك مرسي النهارك أسعد يا رب تعالوا نتلع لفصل ونرغالكم تي